بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اليوم بإذن الله رح نبدأ في يونت ثري من المستوى الثاني وراح نكمل قاعدة يونت تو اللي هي البرزن سيمبل أخذنا في يونت تو أنه نضيف واحدة من الضمائر وبعدها الفعل بعد هي وشي وقت لازم نضيف له اس هذه القاعدة والتركيب طيب إحنا لو حبينا ننفي الفعل في قاعدة البرزن سيمبل كيف رح ننفي؟ إحنا عشان ننفي الفعل راح نستخدم كلمة doesn't أو don't إذن رح نضيف doesn't أو don't قبل الفعل طيب متى أضيف doesn't ومتى أضيف don't إذا جات الضمائر هي وشي وقت أو ما يعود عليها من أسماء فأنا رح أضيف doesn't قبل الفعل وراح أكتب الفعل من غير الاس إذا أنا حطيت doesn't تمام؟ أو does فالفعل ما رح أضيف له اس لأنه الاس جات هنا في does تمام؟ إذن عشان أنفي الضمائر هي وشي وقت رح أضيف doesn't وبعدها الفعل من غير أي إضافات وعشان أنفي الفعل في الضمائر I, you, we, they فرح أضيف don't رح أضيف don't وبعدها الفعل إذن هذه هي طريقة أنفي في البرزنط سيمبل رح أضيف doesn't لما يكون فيه he, she, it وبعدها الفعل من غير إضافة الاس أما I, you, we, they فعشان النفي رح أضيف don't وبعدها الفعل عادي تمام؟ طيب اختصار don't وdoesn't رح يكون don't زي كده رح نجبكهم مع بعض يعني رح نقربهم مع بعض ال-o رح نحذفها ونحط مكانها فاصلة رح تصير don't وdoesn't نفس الحاجة رح يعني نفس الشي رح أشيل ال-o ورح أضيف مكانها الفاصلة رح تصير doesn't هذه الاختصارات لdon't وdoesn't طيب عشان أسأل بyes أو no مثلا لو أنا حبيت أسأل هل أنت تحب تلعب كرة قدم؟ فلو لاحظنا هنا إحنا سألنا عن فعل تمام؟ فلما نيجي نسأل عن فعل رح نستخدم do أو does في البداية على حسب الضمائر اللي رح تيجي مثلا لو أنا بستخدم الضمائر you أو we أو they أو I وبعدها رح أستخدم فعل فأنا رح أستخدم do بح تصير do you play football؟ هل أنت تلعب كرة قدم؟ أو do they read books؟ هل هم يقرأوا كتب؟ تمام؟ أما لو أنا حبيت أسأل ويكون الضمير he أو she أو it أو ما يعود عليها فأنا رح أستخدم does في البداية وبعدين الضمير وبعدين الفعل رح تكون تركيبها مثلا does she read books؟ هل هي تقرأ كتب؟ does he play football؟ هل هو يلعب كرة قدم؟ تمام؟ إذن هنا لو حبينا نسأل عن فعل فأنا رح أستخدم do أو does في البداية بعدها الفعل بعدها الضمير عفوا ثم بعدها الفعل وما رح أضيف للفعل أي حاجة لو لاحظنا هنا الأفعال ما فيها s لأنه ال s كانت هنا في does تمام؟ فما رح يحتاج أضيف أي حاجة إذن هذه unit 3 أخذنا السؤال بyes أو no وأخذنا كيف أن في present simple إن شاء الله يكون سهل وإذا عندكم أي سؤال أو أي استفسار أكيد تقدر تسألوني رابط السنة التحضيرية اللي في ملف الورد اللي في هذا الشرح رح يكون في البايو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته